اشتركوا في القناة العنوان يستدعي وجود دكتور عيمان سمير مباشرة لانه العالم الغربي بقيادة امريكا وحضرتك الدكتورات بتاعتك كانت في العلاقات الامريكية يعني ماشي بينا ناحية ايه وبرضو عايز اختار برضو كلمة مناسبة يعني الاسرار الروسي على مواقفه هيؤدي لايه؟ هل هيؤدي للرضوخ الطرف الاخر؟ هل هيؤدي لا افقار اكتر اقتصاديا للعالم خصوصا الدول النشئة والدول الفقيرة؟ بالتأكيد يا سيد ذهاب يعني دائما الحروب يعني لا مستفيد منها لكن الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو ودول الاتحاد الاوروبي لديهم تصور مختلف لديهم تصور ان هناك قوتان تناهض الولايات المتحدة الامريكية على مستوى الدولي وده اعلن في استراتيجية الامن القوم الامريكية اللي اعلنت في عهد الرئيس دونالد ترامب في شهر ديسمبر 2017 قال ان هناك قوتان تنافساتان الولايات المتحدة الامريكية على الهيمنة وهما روسيا والصين جرت مناقشات في الولايات المتحدة الامريكية هل نبدأ بالصين هل نبدأ بالولايات بروسيا هل نبدأ بهما يعني كلاهما ام يعني ننفرد بدولة ثم يعني نتفرغ للاخرى طبعا كانت الخلاصة وهو ان لو عملوا مقارنة ما بين الاقتصاد الروسي والاقتصاد الصيني عملوا مقارنة على النفس الطويل من يستطيع ان يحارب اكثر من يستطيع ان يستمر في المعركة اكثر واصلت ان المعركة ليست المعركة العسكرية المعركة العسكرية والاقتصادية والجيوسياسية وغيرها وصلوا الى خلاصة بان الاقتصاد الروسي اضعف بكثير جدا طبعا من الاقتصاد الصيني اجمال الاقتصاد الروسي حوالي واحد وستة من عشرة تريليون دولار ايضا حساباتهم ان هناك مشاكل داخلية والاقتصاد الامريكي كامفا الاقتصاد الامريكي واحد وعشرين تريليون واحد كبير طبعا يلا اقتصاد روسيا هو حوالي 50% من القيمة السوقية لشركة أمريكية للهواتف النقالة طيب والصين يا فندم أرقامها إيه الصين 14 تريليون فالشغال كبير برضي أنا أسأل ليه عشان كنت أسأل سعدتك الهيمنة دي متمثلة في قدرة سياسية على علاقات هل في اقتصاد قوي هل في احتياط أسلحة قوي أشكرك سيد زهر الله على هذا السؤال لأنه في هذا الزاوية في غاية الأهمية أنا في تقديري لا يجب النظر إلى الولايات المتحدة رغم إن كانتها الهائلة بمفردها دايما وزير الخارجية الرؤوسي يتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها من مع الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس جو بايدن يتحدث عن ما أسمه بتحالف القيم ويضم بتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية ومعها كندا معها دول الاتحاد الأوروبي 27 معها حلف الناتو اللي هيبقى 32 دولة بعد انضمام السويد معها اليابان لاختصاد التالد معها كوريا الجنوبية وبالإضافة إلى استراليا ونزلندا بس يا فندم معلش استوقفني كلمة القيم أنهي قيم القيم الغربية القيم ما يسمى به عالم القواعد الغربية وعالم القواعد الأمريكية هذه القواعد هي بتدور حول مجموعة من الأسس أول شيء ما يسمى بالاقتصاد الليبرالي أو سيطرة الدولار على العالم لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تنزعج من أي خطة في العالم للتعامل مثلا بالعملات الوطنية يعني نرجع لها بقى يا فندم لأن الموضوع ده موضوع كبير ودول البريكس دخل فيه بقوة وفرنسا كانت عاملة قمة باريس من أسبوعين حول هذا الموضوع وتم الحديث عن عالم زي أقطاب متعددة مش قطب واحد ومصر بتحاول تعمل اتفاقيات للأمح والغاز والبترول روبل يوان يين ولا إيه؟ صحيح وروبية كمان هندية وغيرها لكن أنا في تقديري أيضا أن فكرة الصعود قوة صاعدة مثل الصين لكي تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية أنا في تقدير الشخصي هذا الأمر بدأ لكن لا يمكن الجزء بأنه انتهى يعني لا يمكن القول أن نستقر أن نستقر نحن الآن في عالم لا تقود الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى لا تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية ما ذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي عنصر فاعل في كافة السياسات يعني مثلا حضرتك سألتني على الشؤون الدفاعية انفاق الولايات المتحدة الأمريكية على الجيش وعلى الشئون الدفاعية في ميزانية 22-23 وصلت إلى 860 مليار دولار يعني هي تقريبا ضعفين للانفاق العسكري الصيني والروسي روسيا انفاقت 65 مليار دولار الصين بتنفق حوالي من 280 ل 290 مليار دولار بس ده فنم انفاق على أسلحة تبقى تحت أمر الجيش في أي وقت موجودة ولا على تصنيع الأسلحة لأنهم عندهم خطط بيقوموا البلاد على بعض وعملين يبيعوا أسلاح فده ما يعتبرش قدرة للجيش لا الـ 860 مليار دولار استاذهاب انفاق على الجيش الأمريكي انفاق على شراء طائرات حديثة مثل الـ F-35 على الصواريخ بعيدة المدى مثل الصواريخ هاربون صواريخ تومهوك الاستثمار فيما يسمى بالسفن الزلاقية وهي سفن تعمل في المدارات الفضاء لكنها يمكن أن تنظلق في أي مكان على وجه الأرض يعني تستطيع أن تتوجه للسن مباشرة أو على روسيا مباشرة ما بين الانفاق والاستثمار في الشئون الدفاعية ما بين الانفاق على القوات الأمريكية وتطوير الأسلحة الأمريكية يعني ضمن هذه الأموال مثلا وأعتقد فيه بند برضو للمرتبات بتاعت الجيش لمرتباتهم باهزة هناك برضو أكيد لكن مثلا اللافت للنظر في هذه الميزانية مثلا أنه بيثقر منذ عام 2017 وحتى الآن 100 مليار سنويا لتطوير الأسلحة النووية تحويل ما يسمى بالأسلحة النووية الكلاسيكية القديمة إلى أسلحة نووية تيكتيكية وهذا خطر كبير جدا لأن الأسلحة الأديمة النووية الأديمة هل تقول هذا خطأ ولا خطر؟ خطر كبير جدا خطأ خطر لماذا؟ خطر آه بالزرط طبع خطر لماذا سيد ذهاب؟ لأن الأسلحة القديمة النووية القديمة مثل التي استخدمت في الجزاكي آه التقليدية التقليدية كانت للردع كانت للتخويف فقط ما كانش فيه إمكانية لاستخدامها لأنها يتم أو هينتج عنها تدمير واسع لكن الأسلحة التيكتيكية الجديدة اللي بتسمى رايدر بي واحد وستين ورايدر بي اتنين وستين هذه الأسلحة الجديدة في غاية الخطورة لأن يمكن استخدامها على مقدمة جيش على منطقة محدودة وبالتالي هي تشجع على الاستخدام على استخدام الدربات النووية المحدودة طيب خليني أسأل حضرتك إلى أي حد تقبل أو بلاش تقبل طبعا لن تقبل لكن هتعمل إيه أمريكا تجاه المحاولات الحالية أرجع بقى للسؤال بتاع بريكس والتجمع بتاع الديني جنيه قدام روبل وروبيا قدام ين وين قدام يوان واضعف سيطرة الدولار طبعا غالبية دول العالم أنا في رأيه الآن يعني بتحاول التعاد عن الدولار يعني على سبيل المثال في يناير 2022 كان استثمار الصين في السندات الأمريكية كان تريليون ومتين وخمسين مليار دولار في يناير 2023 يعني بعدها السنة الاستثمار الصيني في الدولار فقط في السندات الأمريكية تمنمية وخمسين مليار فقط يعني قل بحوالي ربعمائة مليار دولار حتى الآن ما زال طبعا الدولار هو المهيمن على المعاملات التجارية الدولية بحوالي تسعة وكمسين في المية من التجارة الدولية يعني دمعنا هو كان خمسة وستين في المية لحد عام 2019 دلوقتي قل حوالي ستة في المية ووصل إلى تسعة وكمسين في المية بس دي نتيجة جيدة جدا في الوقت الأوليّل ده يعني هو بيعبر عن أنه فيه إرادة سياسية لدى غالبية الدول سواء كالدول كبرى أو حتى متوسطة إنها تتخلص من هيمنة الدولار لكن أنا في رأيي هذا الأمر سيأخذ وقت طويل لماذا؟ لأن غالبية الديون الأمريكية أو تحديدا الديون الصينية هي بالدولار وبالتالي عندما يخسر الدولار مثلا جنيه أو نص جنيه مثلا ده خسارة للصين قبل أن تكون خسارة للمتحدة الأمريكية لأن غالبية الدول تحديدا الصين اليابان الدول الكبرى بتستثمر في الديون الأمريكية أو في السندات الأمريكية وبالتالي خفاض قيمة الدولار بيؤثر على هذه الدول يعني هذه الدول مستطررة ايضا لكن لو رحنا لحتة انه ممكن يعني الى اي حد ممكن كمان يغيروا الانظمة المالية الدولية زي السوفت وكده اللي هي كلها برضو مبنية على الدولار انا في رأي التخارج بيتم بطريقة يعني تدريجية بطريقة يعني مفاجئة بمعنى احنا شوفنا الصين مثلا في سنة واحدة قل استثمارها في السندات الامريكية بحوالي 400 مليار دولار يمكن لبعض الدول الاخرى ان تقلل ايضا من استحوازها على الدولار حتى من باب المصلحة لانه عندما يقل قيمة الدولار او تضعف قيمة الدولار في المستقبل وده هو المتوقع هذه الدول سوف تخسر من رأس ملها لكن انا في رأيي هذا يعطي رسالة الولايات المتحدة الامريكية ان خطبها السياسي ان خطبها الاقتصادي ان تعاملاتها المالية تدخلاتها في شئون الداخلية للدول الاخرى غير مقبولة لان انا في تصور حتى القرارات الاقتصادية لها دوافع سياسية طب يا فتنم لو انا قالت مع حضرتك على موضوع العقوبات اللي هيستمر اللي تم تمديدها من الاتحاد الاوروبي لغاية 31 يناير 24 العقوبات المفروضة على روسيا وايه اللي ممكن تحدثه على العالم خصوصا في سوق الحبوب الغاز البترول السلاح يعني دي الحاجات المميزة بيها روسيا واوكرانيا انا في رأيي الاتحاد الاوروبي بيطلق النار على قدميه هو وليس على قدميه روسيا الدليل على هذا ان معدل التضخم في الاتحاد الاوروبي حاليا اعلى من معدل التضخم في روسيا دي رقم واحد رقم اثنين واعلى مما كان عليه قبل الحرب الروسية الاوكرانية اه بالتأكيد لكن الحاجة المهمة كمان ان معدل النمو في الاقتصاد الروسي ربما يكون اكتر حتى من معدل النمو في دول الاتحاد الاوروبي نفسها دي رقم اثنين رقم ثلاثة وده المهم الصراء او الازدهار اللي حصل في الاقتصادية الاوروبية في اخرى عشرين او ثلاثين سنة الماضية كان بيقوم على يعني ثلاث مبادئ لكن المبدأ الرئيسي فيهم كان الوصول الى الطاقة الرخيصة الغاز الروسي النفط الروسي الرخيص خصوصا اللي هو جاي في البيب لاين او جاي في الانبيب مش المنقول شحنات الغاز المثال في البحر او النفط المنقول في البحر ده كان اساس الرخاء الالماني كان اساس الزهار الاوروبي بشكل عام بالاضافة طبعا لعدم الانفاق على السلاح والوصول لأسواق الكبيرة زي الصين وزي روسيا الآن عندما الاتحاد الاوروبي بيفرض هذه العقوبات هو انا قلت بيطلق النار على نفسه لماذا لانه مضطر يشتري الغاز المثال من الولايات المتحدة الامريكية باسعار مضاعفة محتاج يضطر الآن لشراء كل شيء بعيد عن روسيا باسعار يعني كبيرة جدا وبالتالي فكرة ان الاتحاد الاوروبي معدل النمو تراجع التضخم زاد معدل البطالة زاد المواطن الاوروبي بات يشكو شكوى كبيرة جدا وتظاهر كمان مش بس بيشكر لدرجة ان بعض المحللين بيقولوا انه امريكا بتدفع بالاتحاد الاوروبي الى الهلاك في هذه التبعية العمياء يعني هو انا في رأيي جزء رئيسي او هدف رئيسي من اندلاح هذه الحرب الحرب الروسية الاوكرانية هو سعي الولايات المتحدة الامريكية لعدم تقارب روسيا مع المانيا لان قبل الحرب كان فيه خط نورد ستريم تو لو اشتغلت مع خط نورد ستريم وان وخط يمال وغيرها من الخطوط نقل الغاز الروسي لاوروبا ربما كان سيكون هناك نوع من الوحدة ما بين روسيا والاوروبيين كان فيه تقارب كبير جدا ما بين الطرفين الولايات المتحدة الامريكية ضربت هذا التوجه ونجحت فيه بتقديري بشكل كبير للغاية ودفعت الدول الاوروبية لانفاق المليارات على السلاح دولة مثل المانيا وضعت صندوق فيه 100 مليار يورو للانفاق على الجيش الالماني وده خطر كبير جدا ايضا ليس فقط على المانيا لكن حتى على اوروبا لانه بيصحي النزعة الالمانية اللي بتسعى للتفوق وربما حتى الاستعلاء وطبعا تصحي النزعة المضادة خوفا بقى من في الدول الاخرى فهم كمان يصرفوا على السلاح عشان المانيا بتطور لحسن تكون ناوية على حاجة بالتأكيد طبعا يعني احنا شفنا نفس الامر حتى فيه خلافات فرنسية كبيرة جدا مع المانيا لما المانيا طرحت ما يسمى بدرع السماء المانيا طرحت فكرة ان يكون هناك وحدة للدفاع الجوي الاوروبي فرنسا اعترضت على هذا الامر بشكل كبير لغاية وشايف ان المانيا بترجع مرة اخرى ربما حتى الى السلوك الذي كان قبل الحرب العالمية التانية ووجدوا حتى بعض الوسائق في الجيش الالماني في بعض السكنات الجيش الالماني بيدعو الى العودة مرة اخرى والحيمنة والسيطرة مرة اخرى على اوروبا طيب هستأذن حضرتك يا دكتور يعني فاضلي ثلاث دقائق اتكلمني بقى عن مصر في تمديد العقوبات على روسيا وارتفاع اسعار الغذاء المتوقعة والطاقة مصر فين وممكن تتضر بنسبة ايه او تكسب ايه يعني اولا تعليق اتفاقية الحبوب في البحر الاسود انا في تقديره هو خبر سيء لكل دول العالم ليس فقط لمصر لانه بموجب هذه الاتفاقية في العام الماضي تم تصدير 33 مليون طن من الحبوب الروسية والاوكرانية وده رقم ليس قليلا لكن مصر اشترت فقط من هذه الكمية مليون ونصف طن فقط لان مصر ادركت منذ بذات الحرب ان هذه المنطقة اصبحت منطقة غير مستقرة مصر زهبت الى اسواق اخرى بديدة مثل السوق الهندي السوق الامريكي بعض حتى الدول الموجودة في البحر الاسود وفي بعض الجمهوريات اللي هي الاتحاد السوفيتي القديم زي لادفيا وزي حيطة تانية يعني صحيح صحيح وبالتالي مصر عندها اولا احتياتي كبير جدا يعزي حوالي خمس شهور ونصف او ستة شهور عندها تنوع في الاسواق عندها تعقدات استراتيجية على المدى البعيد وبالتالي انا في رأيي فكرة يعني وقف هذا الاتفاقية لن يؤثر على مصر خصوصا ان هناك توجه الان لنقل الحبوب الاوكرانية بطرق مختلفة يعني هناك فكرة لنقل الحبوب الاوكرانية عبر نهر الدانوب وايضا عبر السكك الحديدية نقل الحبوب الى بولانيا هيكون بعيدة عن اعين الجيش الروسي اللي اعلن ان بكرة اخر يوم واي سفينة هتعتبر عدوة وكأنها بتحمل قطع عسكرية وانه لو رفعت دولة تانية عالمها هيبقى ده معناه انخراط هذه الدولة في الصراع الاوكراني الروسي لا نهر الدانوب بعيد عن البحر الاسود يا سيد ذهاب تماما كمان الحدود البولندية الاوكرانية دي في الغرب ناحية لاويض كل الحرب بتدور يا في الشرق يا في الوسط اكثر ماذا بتوصل للحرب هي مدينة اوديس على البحر الاسود يعني في منتصف اوكرانيا لكن المناطق الغربية كلها في اوكرانيا كلها امينة مثل منطقة لاويض منطقة الحدود البولندية الاوكرانية وخطوط السكك الحديدية وكل رؤساء العالم بيدخلوا أوكرانيا بالسكة الحديدية ووصلوا حتى كيف وبالتالي أنا في رأيي هذه المبادرات يعني مهمة ويمكن تنفيذها لكن ربما العيب الوحيد فيها أن تكاليف النقل فيها تزيد يعني بعض الشيء عن النقل وهل ما زالت تكلفة بقى فاندم بتاع أن احنا نصدر غاز أو حاجة زي كده لدول أوروبا هل ما زالت بعيدة خالص عن اقتصاديات التنافس يعني ما نقدرش ننتهز إحنا الفرصة دي أنا في رأيي مصري يعني مؤهلة أنها تبيع كميات غاز بشكل كبير للغاية وآخر بيال لوزارة البترول المصرية قال أن مصر في 2022 وفي الشهور الأولى من 2023 بعت كمية قياسية من الغاز المصري المثال تحديدا لأن مصر هي الدولة الوحيدة في شرق المتوسط اللي عندها محطات إسالة الغاز في إحناف دميات وده فرصة يعني إضافية للمصر يمكن أن تستفيد من بيع الليس فقط بالمناسبة للغاز لكن حتى مزيج الطاقة الأخرى الهيدروجين الأخضر آه طبعا طبعا لا ده سكة تانية ومصر ماشي فيها كويس قوي دكتور آيمن أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا النهاردة في الحوار شكرا جزيل جزيل الشكر دكتور آيمن سامير المتخصص في العلاقات الدولية والحياة دكتور آيمن بيفكرنا بدكتور سلاح جودة لأن أرقامه الاقتصادية والسياسية موجودة حاضرة في ذهنه يعني نمسك الخشب بالأرقام بخصوص اقتصاديات الدول وإنفقها على إيه وميزانياتها إيه احنا بنتمنى كل الخير لمصر وللعالم ونتمنى القادم يكون أفضل بإذن الله شكرا على وجودكم معايا خلال هذا الأسبوع الأسبوع اللي جاي إن شاء الله حلقات جديدة من مساء الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة